موسيقى في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية فقد أعلن المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري مطلع الأسبوع الجاري عن اكتشاف سجن سري لحركة حماس تحت منزل في قرية عريف جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة لكن حركة حماس وصفت ذلك بالهراء وقالت أنها تأتي هذه التصريحات في سياق تبرير ما تقوم به الأجهزة الأمنية من حملات استئصال مستمرة ضد الحركة في الضفة الغربية وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة أن نشر مثل هذه الأخبار يستهدف إشغال الشارع الفلسطيني عن حقيقة أوضاع الفساد الخطيرة في الضفة الغربية التي أدت إلى انفجار الشارع مؤخرا من جهتها أكدت مؤسسات حقوقية في الضفة الغربية وقوع جملة من المخالفات القانونية في حملة الاعتقالات الأخيرة فيما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أربعة أشقاء اعتقلوا على خلفية قضية السرداب تعرضوا للتعذيب الشديد لنزع اعترافات كاذبة منهم وأنهم اعترفوا بأن السرداب معد لحماية المطاردين من رجال المقاومة ولمناقشة هذا الموضوع أرحبه بالسيد محمد صوالحا المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطيني أهلا بك سيد محمد واسمح لي في البداية أن أسأل يعني ما هي أهداف هذه الحملة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وهل السرداب عريف يمكن أن يبرر لمثل هذه الحملة الضخمة التي قامت بها خلال أيام الماضية بسم الله الرحمن الرحيم أنا لا أعتقد أنه في جديد في موضوع حملة الاعتقالات بمعنى أنه حملة الاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد حركة حماس في الضفة الغربية متواصلة ولكنها يعني وطيرتها أحيانا ترتفع ولكن في أحيان أخرى يعني تنخفض لكن بشكل عام حسب يعني مجموعة تقارير تقارير منظمات حقوق الإنسان لم يخلو لم تخلو سجون الفلسطينية في الضفة الغربية في أقل الأحوال عن 60 إلى 70 عضو من عناصر حركة حماس بشكل دائم لكن في هذا التصاعد في الأسبوع الأخير هذا التصاعد الذي حصل في الأسبوع الماضي وتوقل تقريبا حوالي 118 هذا ما رصدته يعني منظمات حقوق الإنسان حركة حماس تقول 125 تمام دون أن يكون أريد أن أقول أنه يعني ليس بضرور أن يكون هذا دقيقا حتى الرقم الذي ذكرته حركة حماس على اعتبار أنه هذا يمكن أن يزداد كل يوم يعني كل يوم يمكن أن يكون هناك اعتقالات ويكون بعض الإفراجات لكن في الحقيقة هناك كان ظرف سياسي يمكن التوقف عنده أو مجموعة ملاحظات يمكن التوقف عندها عندما حصلت هذه الاعتقالات قبيل الاعتقالات كان هناك هجوم سياسي قوي من طرف السلطة الفلسطينية ومحمود عباس على وجه التحديد ضد حركة حماس وعلى دول عربية كانت تستقبل قيادة حركة حماس وبالذات إسماعيل هنية كرئيس للوزراء واعتبر أن هذا فيه خروج على الشرعية الفلسطينية وقبل ذلك الدعوة الإيرانية ربما لقيمة عدم الانحياس بالتأكيد ما اعتبره هو نوع من التحدي لسلطته وله شخصيا لأن هنية عندما ذهب إلى مصر تم استقبال ومن طرف رئيس الوزراء المصري وبالتالي هو اعتبر أن هذا فيه تجاوز وحتى يعني بعض المحللين اعتبر أن محمود عباس يستعدي الحكومة المصرية وهذا في الحقيقة يعني ليس شيئا حكيما في العمل السياسي هذا أولا ثانيا أيضا جاءت بعد حملة المظاهرات الكبيرة التي حصلت في مدن الضفة الغربية كلها والتي كانت موجهة بشكل أساسي ضد سياسات السلطة الفلسطين في البداية كان الحديث عن الغلاء وثم تطور الأمر إلى موضوع أوسلو إلى البروتوكول الاقتصادي اتفاقية باريس بين السلطة وإسرائيل وغير ذلك السلطة في البداية كانت تعتقد أنها يعني يمكن أن تتحكم بهذا الحراك الشعبي وبعض المحللين قال أنه في الحقيقة هي كانت يعني البدايات كانت من حركة فتح والمقصود فيها كان إضعاف رئيس الوزراء في رامالله فياض ولكن في البداية وفي النهاية خرجت على السيطرة وصارنا الواضح أن الحراك الشعبي صار يستهدف أوسلو ويستهدف السلطة كلها ويتهمها بالفساد وتجوع الشعب الفلسطيني وربط الشعب الفلسطيني بإسرائيل هذه القضايا أتصور أنها كانت يعني جعلت للسلطة الفلسطينية في رامالله يعني تخرج عن طورها وتعمل على تحت يعني إشغال الشارع الفلسطيني أولا وثانيا توجيه الاتهام إلى جهة ما وهي في هذه الحالة من أسهل شيء بالنسبة للسلطة في رامالله أن توجه الاتهام إلى حركة حماس لكن سيد محمد حتى نكون صريحين يعني السلطة في الضفة الغربية أظهرت على الشاشات يعني أن هناك سرداب وهناك نفق وهناك غرفة يعني معدة كما قالت السلطة أو كان المتحدث باسم الأجزة الأمنية عدنان الضميري قال أنه سجن يعني ما الذي يجعل حركة حماس تعد سجونا تحت الأرض في الضفة الغربية وثم يعني أليس هذا مبرر كافي للسلطة إذا كان فعلا هناك سجون تعد حماس لاعتقالات في صفوف حركة حماس صحيح أكثر من ذلك السلطة ذهبت أبعد من ذلك وقالت أن هذا نوع من الانقلاب على السلطة في رام الله وشبهت هذه الأنفاق الموجودة بالأنفاق الموجودة في غزة أنا أعتقد أن السلطة الفلسطينية في هذه القضية أساءت إلى نفسها كثيرا يعني أنا تبعت كيف يا أستاذ كيف واضح جدا أن هذا المكان هو بيت آمن يعني إذا أردت أن تفسر لا يمكن أن يذهب الذهن إلى أن حماس تريد أن يكون لها معتقالات في الضفة الغربية هذا أولا لم يحصل ثم اعتقالات لمن هذا المكان يقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل وهي في منطقة خارج المنطقة آلف التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية هي في منطقة جيم في الحقيقة أنا قلت في منطقة جيم وهي منطقة تخضع لسلطة الأمنية الإسرائيلية أولا ثانيا هذا أعد عام 2005 كما الاعترافات خرجت لكن إسرائيل أرادت لماذا أعد في 2005؟ وبالتالي أعد هذا المكان واحد من اثنين إما لإيواء مطلوبين من إسرائيل وربما مطلوبين من السلطة الفلسطينية والاحتمال الثاني لإيواء مختطفين من الجيش الإسرائيلي أو من الإسرائيلي لمبادلتهم في قضية كما حصل في وفاء الأحرار لأن حماس منذ سنوات وهي تعتبر أن قضية الأسرة هي قضية أساسية وأن خطتها وهي تقول ذلك بشكل مكشوف ومعلن أن الخطة هي أسر إسرائيليين من أجل الإفراج عن هذه القضية عفوا هنا أريد أن أقول أن هذه القضية رفعت حماس رفعة كبيرة جدا وفاء الأحرار عندما يتم اختطاف جندي وإطلاق ما يقارب ألف ومئة هذا رفع حماس في المجتمع الفلسطيني كثيرا وفي المقابل اعتبرت السلطة الفلسطينية أن هذا كان فيه في إنقاص من قدرها بمعنى هذا المكان كان معدا من الواضح أنه كان معدا من أجل فكرتك واضحة ولكن أستاذ محمد أنا أريد أن أقول أنه ليست فقط حركة حماس التي تعتبر ملف الأسرة ملف أساسي بالنسبة لها وربما كانت تهيي لاختطاف جنود ربما للمبادلة بل إن كتائب الأقصى أيضا في الضفة الغربية التابعة لحركة فتح بالأمس كان هناك مهرجان وتحدث بعض قادتها وقالوا أنهم لن يتركوا ملف الأسرة تعبث به دولة الاحتلال وأنهم على استعداد لخطف أسرة إسرائيليين من أجل مبادلتهم بالأسرة الفلسطينية اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء جبرين البكري محافظ مدينة نابلس من نابلس أهلا وسهلا بك سيد جبرين مساء الخير عنه وسهلا بك مساء النور سيد الكريم أنا أريد أن أسمع من حضرتك ما هي حقيقة السرداب والغرفة التي تم اكتشافها في قرية عريف جنوب نابلس هو حقيقة الأمر أنه في هناك مكان تم تجهيزه من أجل حجز أشخاص داخل هذا المكان في قرية عريف المكان يعني محفور يعني بشكل سري هل هو قديم أو جديد يا أستاذ لا يعني تم العمل فيه منذ فترة وتم تحديثه يعني قبل خمس شهور بالنسبة لحقيقة هذا الأمر أعتقد من يجيب على هذا الموضوع بعيدا عن التقاهنات وبعيدا عن التفسيرات المختلفة حول الموضوع هو من يجيب عن هذا الموضوع من عمل هذا المكان من عمل هذا المكان هم قيد الأعتقال وأفادوا بشكل واضح حول خطتهم ونواياهم وأحداثهم من خلال إيجاد هذا المكان ولا يوجد إمكانية لنفي أن يكون في مكان ولا يوجد إمكانية لتفسيرات غير منطقية وغير واقعية في طبيعة استخدام هذا المكان إذن يا أستاذ الاستخدام هو سمح لي بس حتى يفهم المشاهد ونفهم نحن أيضا طبيعة المكان هو لإخفاء أشخاص طبعا وكم حجم هذا السجد أو هذه الأشخاص المكان من أجل حج أشخاص ويتسع لحوالي 10 إلى 15 شخص طيب الآن أنتم تفسيركم في البداية قبل التفسير في الحقيقة عن بالنسبة للمعلومات أصدرت الجمعية العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هنا في لندن تقريرا حول اعتقال أربعة أشقاء معتقلين على خلفية هذه الحادثة وتقول اللجنة في بيان لها أنهم يتعرضون لتعذيب شديد جدا لامتزاع اعترافات منهم رغم أنهم قالوا أن هذا السرداب تم تجهيزه 2005 من أجل إيواء مطارضين من رجال المقاومة ماذا تقول بهذا الخصوص؟ أنا أعتقد أنه حقيقة الأمر أنا زي ما حكيت في البداية أنه الرواية الموجودة عند المعتقلين والاعترافات الموجودة عند المعتقلين صحيح أنه تم البدء فيه منذ فترة السنة مش ذاكر بالضبط 2005 نعم 2005 تم تحديث المكان وتجهيزه بشكل أفضل في قبل خلق الشهور وجد بجانب المكان مخازن لعتاد له علاقة بكتائب عجزيني للقراس بدلات عسكرية معدات جعب وباغات للسلح الأثماتيكي باغات للمسدسات ورصاص مختلف الأنواع وواضح أنه هو مكان لكتائب الغسام ممتاز ممتاز سيد جبرين هناك مجموعات مجموعات لكتائب الغسام موجودة في منطقة شمال الضفة الغربية بحاجة إلى هذا المكان من أجل أن يكون متعدد الأغراض طيب اسمح لي الآن إذن هو الغرض من هذا المكان حسب الرواية المعتقلين ورواية السلطة على الأقل واضح أنه لاستخدامات المقاومة بمعنى بغض النظر عن تقييمكم أنتم ورضاكم أو عدم رضاكم في هذه المرحلة عن المقاومة لكن حركة فتح كانت جزء من المقاومة وأنا كما قلت لضيفي في الستورج ما زالت معد كتائب الأقصى تتحدث عن اعتقال عن اختطافات لجنود الاحتلال من أجل مبادلة الأسرى بمعنى هذا هو نهج وعقلية المقاومة الفلسطينية بغض النظر كانت حماس أو فتح ولذلك السؤال لحضرتك ألا يقدم مثل هذا الكشف يا سيد جبرين خدمة للاحتلال وخاصة أن السرداب كما قلنا هو الاستخدامات متعلقة بالمقاومة وخاصة أنه في منطقة جيم ليست من صراحيات أو سلطة السلطة الفلسطينية أمنيا أن تقوم بمثل ذلك وتفتخر السلطة الفلسطينية بأنها أنجزت هذا الإنجاز والإعلام الإسرائيلي يطنطن لهذه الخطوة أنا أعتقد أنه حقيقة العمر أولا هي المنطقة الموجودة فيها المكانية منطقة بها ووجد فيها انتشار للشرطة الفلسطينية الشرطة المدنية الفلسطينية بمحاذاة هذه المنطقة في هناك مناطق جيم صحيح لأنه الجراءات الأمنية الفلسطينية ليست مرتبطة في مكان من الأماكن مقسمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي حقيقة العمر أنا كنت أتمنى أنه هذا المكان يكون مصمم بشكل صرف يعني لأغراض المقاومة إلا أنه حقيقة العمر هو مشيك يعني أنا برأيي أنه التسطر وأن نضع المقاومة كشماعة لتحقيق غايات أخرى من خلالها أنا برأيي مثل ماذا يا أستاذ جبني؟ إيش الغايات الأخرى التي يمكن تحقيقها من مثل هذا السردام؟ حسب الاعترافات اللي موجودة عند الأشخاص اللي تم اعتقالهم بأنه هذا معد أيضا لخطف مسؤولين فلسطينيين لخطف من يعارضهم لخطف مواطنين فلسطينيين وهذا الموضوع واضح يعني وعلى مستوى الفترة السابقة وكلها لا كان فيه هناك لا فيه اختطاف لجنود ولا أيضا فيه هناك مطاردين يعني معلن عنهم اسمح لي بس بعد إذنك سيد جبرين بعد إذنك تبقى معي قليلا ضيفي في الستوديو أريد أن يعلق على ما تفضلت به تفضل أستاذ محمد يعني أنا الحقيقة أعتقد أنه الكلام الذي يتحدث به السيد المحافظ في الحقيقة هو فيه نوع من استغباء المستمعين بمعنى أنه عندما يتحدث عن خطف مسؤولين ممكن يقول لي ما هو الرقم الذي خطفته حماس في الضفة الغربية من المسؤولين الفلسطينيين منذ أن وجدت السلطة الفلسطينية في الـ 94 إلى الآن تقصد أنه لم يتم مثل ذلك؟ لم يخصل هذا ولذلك الحديث عن أنهم يريدون خطف مسؤولين فلسطينيين هذا الكلام لا يصدقه أحد هذا أولا ثانيا هذا المكان بني تحت بيت أحد هؤلاء الشباب المعتقلين والذين تم تعذيبهم وهو الآن موجود في المستشفى الوطني في نابلس واعترف بشكل كامل قال أنه هذا بني عام 2005 وبالمناسبة 2005 يعني قبل أن يكون هناك خلاف كبير بين فتح وحماس وهو يقول أيضا الآن سيد المحافظ أنه منذ مدة لم يحصل خطف جنود إسرائيلي حصل في الضفة الغربية خطف جنود إسرائيلي عدة مرات وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي التي تحبط هذه العمليات بالتعاون مع الأمن الإسرائيلي بمعنى أنه الموجود الآن والذي تم الكشف عنه وراءه كل العالم والقناة الإسرائيلية الأولى كانت أول من شاهد هذا المكان هي في الحقيقة عبارة عن غرفة وحمام هي ركزت على أنه استخدام لخطف جنود إسرائيليين وأثنت على السلطة بسبب ذلك أسمح لي أنتقل ما لأستاذ جبريل أنه لم يبقى عندي وقت أستاذ جبريل يعني السؤال باختصار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أكد أنه قضية السجن المزعوم مفبرك كما قال حسن خريشة وأنه يعني هذا الموضوع كله يعتبره ادعاء من السلطة وتخريف واستخفاف بعقول الفلسطينيين كيف ترد على ذلك؟ أنا أعتقد أنه المكان موجود يعني بدون ما نحكي شعارات وبدون ما أنه إحنا ننفذ على جندات شخصية المكان موجود وكل المحطات الإعلامية صورت المكان وابطلعت على حقيقة ما يجري على الأرض اللي بدأ أأكد عليه أنه كمان يعني مش على عرضية ما يتحدث فيه الأخ المتحدث معكو أنا أبحكي بشكل واضح وبشكل مسؤول وبعيدا عن المناكفات السياسية الواقع اللي موجود واقع غير صحي لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال لا فيه مخطط عند حركة حماس بانتهاز الفرصة المناسبة من أجل أن تعمل ما عملت في غزة من انقلاب على السلطة الوطنية الفلسطينية والمعلومات المتوفرة حاليا تفيد بأنه فيه هناك مخطط لاستغلال طبيعة الحياة القاسية اللي بيعشها المجتمع الفلسطيني من أجل أن يكون فيه هناك فوضى وبلبلة لكن أستاذ جبريل أستاذ جبريل يعني البعض يقول أن أستاذ مخطط هذا السيطرة على البصر الغربية يا أستاذ جبريل أستاذ جبريل اسمح لي أنه يكاد ينتهي الوقت الآن يقول البعض أن هذه الحياءة الصعبة التي يعيش الفلسطينيين بسبب اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس والمظاهرات التي اتجرت في الأسبوع الماضي كان الحل لدى السلطة الفلسطينية على الأقل هكذا يقول البعض الحل هو بإثارة هذا الموضوع لإشغال الناس به عن مثل هذه التحركات على كل حال أنا أشكرك شكرا جزيلا اللواء جبرين البكري محافظ من التنابس على هذه التوضيحات وأعود إليك في سؤال أخير أستاذ محمد يعني وفقا لما قاله المحافظ في رأيك ما هي الرسالة التي أرادت السلطة الفلسطينية أن توصلها ولمن؟ يعني شو لو تصرفت السلطة الفلسطينية بطريقة مختلفة لكان ذلك غريبا السلطة الفلسطينية محكومة بما يسمى التنسيق الأمني وبالتالي هي مسؤولة عن حفظ الأمن الإسرائيلي وهي تنسق وهو ذخير قبل قليل أن هذا المكان يقع في المنطقة باء المنطقة باء أو المنطقة جيمية في الحقيقة السيطرة فيها الأمنية هي سيطرة إسرائيلية وإن كان في المنطقة باء في تواجد أمني فلسطيني لكن هناك عمل منظم يجري بين الطرفين ومنسق وله إدارة وهو التنسيق الأمني والعمل موجه بشكل أساسي ضد المقاومة وبالتالي هذا الذي حصل هو اكتشاف فعلا لمكان كانت المقاومة قد أعدته للمطاردين ولخطف جنود إسرائيليين لا يمكن وإسرائيل كانت في غاية الفرح عندما تم هذا الاكتشاف والقناة الإسرائيلية شكرت الأولى شكرت السلطة الفلسطينية على هذا الاكتشاف السلطة الفلسطينية كانت تريد أن ترسل رسائل إلى إسرائيل أنها متزال ملتزمة بالأمن وإلى الشارع الفلسطيني الغاضب مما يجري هناك بأنهم أيضا لديهم الإمكانية لضرب القوى الفلسطينية ولكن أعتقد مرة أخرى أن الحديث الدائم عن أن حماس تريد أن تنقلب في الضفة الغربية على السلطة الفلسطينية هذا كلام في الحقيقة سخيف لأن إسرائيل موجودة والوضع ليس كما كان في غزة شكرا لك أستاذ محمد صوالحة الكاتب المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية على هذه المشاركة وبالغ الشكر لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة